بالنسبة الخامس اللي هو خاصة اللي هو يعني بالعربي يعني تقييم ومعناه ان دلوقتي انا بقى عندي وعملت وعملت وبعدين اتعلمت وعرفت العلاقة بينها وعرفت يعني وبعدين اتعلمت وطلعت او طلعت قرار باستخدام اي او اي الجرزم عندي يعني اعرف منين ان الالجرزم ده اللي طلعوا القرار اللي طلعوا او البردكشن اللي طلعوا في الاخر صح يعني هو قال لي في الاخر اللي السورة اللي دخلتها دي سورة كذا هممكن يكون اجابته صح وممكن تكون اجابته غلط فاحنا عايزين نعمل تقييم للشغل بتاع الكلسفير او الشغل بتاع ال ده عشان اقدر ان انا اقول ان كلسفير ده كده اتعلم صح ولا لا كلسفير ده مناسب بحيث ان انا اعدل من مستوام عشان بعد كده يتعلم صح ده معنى فالعادي انا هكون عندي صورة بعدين ببدأ ان انا بطلع بقى كل الـ وكده وبعدين بيتعلم وبيطلع لي هو في الاخر ان هو دج مثلا اوكي مفروض ان السورة دي اصلا دج وهو طلع اوكي عشان اعمل حاجة زي كده محتاجة اكون حاجة اسمها او الماتريكس دي بتقول لي انت مثلا عندك كام كلاس ولنفرض مثلا كات ودج اوكي فانا عندي مثلا اعتقد افرد مثلا عندي كات ودج اي اي تو كلاس يعني طبعا عندي بقى نشرح دي بعدين بس افرد ان انا عندي كلاس اسمه خلينا كوفي وفورست كان الحاجة دي ان يئمة قهوة يئمة مثلا غابة بتستخدم الحاجة دي في القهوة او في الغباد اوه طيب الـ الريفرنس دي معناها ان ان المفروض ان الحاجة دي اصلا اه بتستخدم في القهوة كي ودي اصلا متستخدم في الفورست هنا زي كات ودج حيني نقولها كات ودج احسن ده بيقول لي انت اه اه انا اصلا السمبل داخلي كانت كات وهنا بيقول لي السمبل الاصلا كانت داخلي كانت دق اصلا يعني او الحاجة اللي هي صح او الاصلية اللي بنسميها ريفرنس. طيب. عندي كام سامبل المفروض تطلعوا كات. عندي مثلا الف تسعمية اربعة وعشرين. هو طلع كام واحدة منهم صح? طلع مني سبعمية اربعة وخمسين. اوكي? طيب. عندي كام سامبل دج? انا متأكد ان هي دج الف تمنمية واربعين. طيب هو طلع كام واحدة صح? اللي هي 696. هي دي معنى او الماتريكس اللي بتبين لي. انت عملت كام واحدة صح وكام واحدة غلط. ولو غلط فانت عملتها ايه? يعني هي مثلا كات كات ودج وخلينا نقول مثلا هورس. اوكي? اوكي? فانت كات كات فطلعتها كات. اوكي? طيب السامبلز اللي كات كات فيه منها حاجات انت قلت ان هي دج بالغلط وحاجات قلت عليها هورس بالغلط. اوكي? اوكي? اوكي حاجات كات دج انت قلت عليها دج عادي. في حاجات انت قلت عليها كات بالغلط وحاجات قلت عليها هورس بالغلط. وبالنسبة للهورس كان عندك 6353 سامبل هورس متأكد انهم هورس. هو عمل خمسمائة خمس تلاف مية تمانية واربعين سامبل بالهورس. قال ان هو هورس بصح. ده تمام. وبعد كده في برضو في سامبلز في منهم اللي قال عليها كات بالغلط وفي منهم اللي قال عليها دج بالغلط. اوكي? بعمل اناليسس للنتايج اللي الكلاسفير طلحها او السيستم بتاع طلحها. ده كده منسماها الكولامز. الكولامز ده بربزنت الحاجات اللي هي true او الحاجات اللي هي اصلا كان مفروض تبقى كده. اوه طيب. ده ايه ده? ده كده اللي هي الروز يعني الكلاسفير طلحها ايه? ان هنا كانت كات. يعني هي كانت كات. كانت كات في الاصل كات وهو طلحها كات. هنا كانت دج وهو طلحها كات. ااا هنا كانت هورس وهو طلحها كات. فدي اللي الكلاسفير طلحها ونسميها classification. وسعب نسميها البردكشن. اوكي? فده الروز. الروز بتحتي بتعبر عن الريزلت بتاع الكلسفير الريزلت بتاع الكلسفير او نسميها لكن الكولامز بيربريزنتو هي في الاصل كت ايه ده معنى الارور ماتريكس او الكونفير ماتريكس ممكن من الماتريكس دي احسب حاجات كتير احسب حاجات كتير يعني اشوف كام سامبل طلحهم صح والسامبلز الصحة كلها مفتطة لعكام اصلا عندي عدد سامبلز كلها 10117 هو كام سامبل طلحها صح كانت كات وطلحها كات كانت دوج وطلحها دوج كانت هورس وطلحها هورس اللي هو نج معادي 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 كل دول تحطهم في البس وتحط ده في المقام ده يديك الاخيري يعني نسبة اللي صح نسبة اللي بطلع صح على كل اللي كان صح او كل اللي مفروض يبقى صح ده الاخيري فلو انا عملت حاجة زي كده وطلع لحسل 75% الا크�وسي بتاعت 65% اذا قمعت ده وده وده واسامت على ده هيديك 1975% كلمة 65% بتبقى لك ايه ان انا ś совет 70% 70% حاجات هو متأكد منها و30% بيغلط فيها 30% بيغلط فيها. طبعا ده بعن ده حاجة مش حلوة. المفروض الاكوريس من اول تسعين اه خمسة وتسعين وحتى ممكن تصل وممكن تمانين برضو عادة خمسة تمانين. بس سعين ده رقم اه قليل او خصوصا التلاتين ده رقم اه يعني اعتبر بنسب بناء على يعني. فعندي ارر تلاتين وعمل صح سبعين. او بالنسبة لرقم ده خمسة وستين صح وخمسة وتلاتين غلط. طبعا ما ما ينفعش. فلما انا اشوف الاكوريسي ابدأ اقول ان بتاع الكلاسفير بتاع ده ان هو مش ما اتعلمش قوي. ساعتا بقى بقى اشوف اعمل ايه. بس انا ده وقت لسه بحسب الارقام اللي ببقى اللي قدقه هو اه كده فاهم صحة ولا فاهم غلط. اوكي? طيب دي معنى ال اه الاباليواشن وبعملها ازاي ان انا بكون حاجة اسمي ارر الماتريكس. اه بحيث طبعا او الحاجات اللي هي الاصلية اه اه ليولز والروز بربزنطي كلاسفايد او البرديكتين ليولز. ممكن احسب من ايرو الماتريكس دي او كوميشة ماتريكس دي لها اسمين طبعا ممكن احسب الاكوريسي او حاجة اسمها كابي كوفيشنت او ايرور كوميشن وايرور فوميشن ايعم يعني حاجة كتير جو برسشن وسنسيتيفتي والريقول في ميه في برامترز كتير او ميجرز كتيرا ممكن احسبها من الماتريكس دي بحيث انها سعيني ان انا اقدر اه 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 لو عايزين نعرف ايه عبارة عن ان في ان ماتريكس عبارة عن ان في ان بحيث طبعا الان ده بيربزنت يعني عندي كم كلاس كات ودوج وهورس عندي تلاتة فالماتريكس بتكون تلاتة في تلاتة. اوكي. اه اه وهي الهدف من ه ان هي بتقارن اه 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 تارجد تاليوز وزووز بيردكتة بايزة ماشين لرنج مودل. بقارن الحاجات الاكتوال او 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 بالحاجات البردكتة او اللي ايه تارجد بتاع اه 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 لو هنعيد تاني مسلا فكرة الcurrency اللي هي كالبيد بي بسامنج الامبر بيكسل كلاسفاية كوريكتلي بشوف كم عندي بيكسل كلاسفاية صح بقسمها به بعدد كل السامبلز اللي المفروض عندي وطبعا السامبلز اللي عنديها كلها المفروض ان هي بردكتل صح ومن الآخر هي بتتحس من خلال او اللي هو الكترة بين او يعني بتاع الماتريكس دي طيب في حاجات تانية اللي هي لو انا مسكت الريفرنس ده او الكولمز وجيت شفت انا كده كده كنت بحس بالاكوريكتلي بتاع السامبلز كلها او كلها او تارجدس كلها لو انا مسكت كلاس كلاس يعني عايش شوف هو الكوفي دي او الكات دي لما دي كد كات مسلا ودوجو هورس لو كات الاكوريكتلي بتاع الكات قد ايه لو انت عايز تهتم بكل كلاس لوحده هي دي اسمها البروديسر اكوريكي بتشوف انت اصلا كنت ايه اللي هو 1924 سامبل كات وعمل كلاسفاية كيشن منهم كام 704 و56 تاسم ده على ده هيديك الرقم ده يبقى ده اسم البروديسر اكوريكي بتاع الكلاس اللي اسمه كات وهكذا طبعا بالنسبة للدوجوي الهورس ده البروديسر اكوريكي في حين ان هي اصلا كانت كلاس ايه يعني يعني بشوف اد ايه انت طلعت الكلاس اللي هو ايه مش كل كلاسز لا كلاس معين اسمه ايه وطلعته هو ايه هو اصلا كان ايه اللي هو الكلاس ايه ليه ايه او بي يعني طيب الكلاس التاني خليها مسلا بروديسر اكوريكي ده كلاس اسمه بي فبتشوف اه انت كام سامبل طلعتها كلاس بي اه وكانت او جراوند بتاع كانت هي كلاس بي بتاسم الرقم تاع الرقم ده طيب ايه بتشوف انت طلعت طلعت اه 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 كام سامبل كات طلعت دي كات ودي كات ودي كات ملكش دعوة هيك في الاصل ايه بس انا طلعت ال 744 سامبل انهما كات انتونا 70 سامبل قلت عليهم دج و 644 سامبل قلت عليهم اه هورس مثلا فانا احسب اللي هو كام واحدة انت طلعتها كات بالنسبة ليه هما بالنسبة لكل اللي انت طلعته جديد اوكي اللي هي دي وتبدأ تحسب طبعا لكل كلاس هنا ودين كل كل كلاس ده البروزر اكورسي كلاس ايه يعني انكلاس ايه وكلاس بي طبعه لغبط بس خلينا نقول بي ما ايه زي وط يعني بس أنا خليلي أقول class B يعني بتبين لي هو loser equals عبارة عن probability احتمال بيقيس أنت مثلا كنت class طلع أن أنت class B وبناء بالنسبة لكل class اللي هي كت class B طيب بعد كده في حاجة اسمها omission وcommission omission وcommission error ده عكس يعني لو جينا هنا مثلا هتلاقي أن الcommission عكس الuser والcommission عكس اللي هي الproducer مش عكس هي اسمها يعني مثلا طلعت الaccurus بتاحت 45 45% قلت أن هما كات بالنسبة لكل كات 45% قلت صح أن هما كات بالنسبة لكل اللي طلعتهم كات اللي أنت قلتو ده اسمه accuracy أو نسبة الصح عايزة بقى نسبة الغلط يبقى واحد ناقص كذا أو 100% ناقص الرقم ده لو جبت 100% ناقص 45 هتديك 54 لو جبت 100% ناقص 46 هتديك الرقم نسبة 63 ده وهكذا فالكوميشن هي مكملة ده يعتبر error لكن ده اسمه accuracy ده نسبة الصح لكن ده نسبة الخطأ بنسبة لكل السمعين وغذلك بنسبة للأميشن والبرديوسر فالerror of omission وده الerror of commission اللي هي error of omission represent pixel that belong to the ground truth class but the classification technique has failed to classify them has failed يعني الerror بتاعها فشل ان هو ي classify them زي class أو الحاجة اللي ايه اللي احنا زي ground truth يعني ونجيبها في من خلال و سوري دي اللي هي من هتلاقي موجودة هنا ويهي الكمميشن هتلاقيه في الروز ده الكمميشن وده الروز آآ تمام طيب في coefficient تاني أو element تاني ممكن نجيبه من Convision Matrix اسمه الكابة coefficient آآ برامتر آآ ده برضو بيقس لي قد ايه يعني زي إيه زي الاكيروس كده بس بطريقة تانية يعني قد ايه الكلاسفكيشن طلعته متوافق مع ground truth pixels أو قد ايه متوافق مع ground truth labels كل ما كانت الكابة coefficient دي رقم كبير كل ما كان كويس قريبه من الواحد يعني ولو قريبه من الزير تبقى ديه حاجة مش كويس بيتحسب ازاي بمعادلة معينة بس طبعا المعادلة دي كل المنت لها معنا خلينا مسلا ناخد آآ مثال زي كده ال coefficient بيساوي ال N في ال summation of ال x i i minus ال summation of ال x ال x i في ال x i مش فهم حاج خالص فال N دي عبارة عن number of samples اللي عندك يعني مثلا لو عندي مثال زي كده النمر of samples عند ربعمائة وسبعة فهتلاقينا حطت في المعادلة هنا ربعمائة وسبعة جيت بعد كده ال N دي ضربتها ال summation of x i i x i ده اللي هو ال diagonal اللي هو دي سبعين خمسة وتمانين مش عارف ايه كذا كذا دي تجمعهم لي تجمع ده كله لو جمعته يدين السبعين وخمسة وخمسين وكذا يدين ميتين تلاتين وتمانين فهترب الميتين ثلاتة وتمانين فيه ربعمائة وسبعة minus ال element ده ال element ده عبارة عن ايه عبارة عن تدرب الثمانية وتمانين فيه الثلاتة وتمانين اللي هو ال total يعني سبعين وتلاتة وصفار يديك سبعين خمسة وخمسين وخمسة يديك ستين تجمع الكولمز وتجمع الروز ويه ببقى انا في ال equation عايزة اضرب الثمانية وتمانين في الثلاتة وسبعين يعني نسبة انت انت طلعته ايه صح عن نسبة كان المفروض يطلع ايه صح حاجة كده يعني فيبقى ثمانية وتمانين فيه ثلاتة وسبعين زائد خمسة وتمانين آآ تمانية وخمسين آآ في ستين زائد آآ تسعة وتسعين في مية وتلاتة زائد اوحد واربعين في خمسين زائد كده فهتدرب وتجمع ويطلع لك رقم الرقم ده هتحطه في المعادلة هنا اللي هو مثلا ستة وتتنى الف سمعمائة وتسعين هتحطه كده هنا ستة وتتنى الف سمعمائة وتسعين يبقى ان في الاليمنت ده ناقص الالماد ده. على الانو سكوير اللي هو ربعمائة وسبعين تربيع مينس الترم اللي كنت جايبه فوق. هيدك في اخر رقم. الرقم ده اه 92% يعني اسمه 92% من مية. 92% من مية يعني رقم قريب من الواحد فدي حاجة كويسة. لو جربتها هتبقى في المية. قالت 90% فرقم كويس جدا طبعا قريب من 100% فهو ده فالنتائج اللي تلاسفار ده طلحها كويسة. اه وهو قدري يفهم الرولز بين الفيتشورز كويس. طيب. اه فدي اللي هو يعني ايه الكابا كوفيشنت ودي معنى كل الاليمنت ودي الاكوشن. اه ده مثال عليها اه عشان يحسب الكابا كوفيشنت فكان عندي الرول اللي هي الان عندي بعشر تلاف مية وسبعة عشر. هضربها في المجموع بتاع الدياغونال اللي هو دي زائد دي زائد دي. هديك رقم تضربها في ده. ناقص انك اه انك اه تضرب ده اه سوري اه هنا. اه تضرب ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده. هديك رقم هو ده اللي يتحط في البسط. اه المقام ان تربيع اللي هو عشر تلاف اه مية وسبعة عشر تربيع. ناقص الناتج اللي اطلع لك من ضربه تجميع الاليمنت ستيك. دي معدي. هديك اللي هو اتنين وتلاتين. اتنين ده طبعا حاجة حقيرة جدا يعني ما فيش كده. ده معناه ان الكلاسفير في المثال ده مكانش كويس. لكن ده مثال تاني انت بعض. آآ. عايزة بس اقول ان الكمبيشن ماتريكس لما تكون انت بحظة الريفرانس داتا هنا او الكلاسفكيشن هنا مش شرط يعني مساعات ممكن الكمبيشن ماتريكس تلاقاه في اي مكان في على النت مثلا او ممكن تلاقاه في اي كتاب او حد تاني بيشرح بطرقة مختلفة. ممكن تلاق هو اللي هنا والتروست هي اللي هنا. آآ ياننا سواب الدنيا دي مع بعضها مش بيفرق قوي يعني. آآ بتبدأ بس بتحسب الحسابات آآ بتعدل الفهم بتاعك بناء على انت ايه آآ اللي انت فهمه بناء على انت عملته هنا. طيب آآ هتلاقي مسلا هنا هو بقول لك بتاعتي آآ ممكن تحط هنا والاكس وال هنا. او التروس ليولز هنا. تمام? طيب. انا ببقى عندي ممكن تكون بايناري. يعني ممكن يبقى عندي بس. ممكن يكون عندي كتير. فالمسال اللي احنا شوفناها فوق ده ان انا عندي كتير. عندي كلاس وان تو سري فور فاهمه. لا مانع من ان انا احسب الاكتر من كلاس. ولكن لو هحسبها بس للبايناري. يعني عادي ممكن ندرسها بس شوية. هتلاقي ان ان انت يفرد عندك البايناري. يعني عندك تو كلاس. بوستيف ونيجاتيف. انت مسلا عندك ان الشخص ده عنده المرض او ما عندوش. آآ وبردو الاكتر بتاعتك ان هو عنده او ما عندوش. هنبدأ اشوف. لو هو ده كم لو هو اصلا كان بوستيف. ده اكتر لو هو. كان بوستيف وانت طلعت بوستيف. فبنسمع ده اسمه ترو بوستيف. ترو بوستيف. يعني آآ هو بوستيف وانت طلعت بوستيف صح. يعني بوستيف هو بوستيف وانت طلعت صح. اوكي. طيب آآ آآ فولس نيجاتيف. يعني انت طلعته نيجاتيف والاجابة بتاعتك دي غلط. يعني آآ انت طلعت ان عمالتك لسفية للسامل دي حاطته في الجزء ده. ودي كده طلعت ان هي نيجاتيف. بس تي ان دي. يعني ان طلعته نيجاتيف. يعني قلت على السامل دي انه ما عندهوش مرض. بس واجابتك دي صحيحة. ترو نيجاتيف. طيب فولس بوستيف انت طلعته ان هو بوستيف بس اجابتك دي غلط. يعني انت قلت على السامل دي ان هي عندها مرض. بس هي بس اجابتك دي غلط. هيبقى فولس بوستيف. ده معنى الاجزاء اللي هنا دي. فهتلاقي في حاجة اسمها يعني فهتلاقي مثلا هنا الأرقام اللي احنا كنا بنشبها فوق دي 70 55 مش عارف ايه بالنسبة لمثال بتاعنا ممكن الاقي 5 و 2 و 3 و 17 فانا عندي 5 ناس تعبنين انت قلت عليهم فعلا ان هم تعبنين و 17 حد ما عندوش المرض انت قلت عليه فعلا ان هو ما عندوش المرض وناس انت طلعت ان هي عندها مرض بس هي ما كانش عندها المرض وناس قلت عليها ان هي مش عيانة بس ايجاب تجدية غلط لان هم كانوا عيانين فده معنى اللي هو دول كانوا 3 ايام فكلمة true positive ان 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 ال actual بتاعك كان positive وانت طلعت في اخر ان هو positive الفالس negative ان انت قلت ان هو negative بس اه بس اه اه بس اه اه بس اه بس اه اصلا كان positive اوكي كلمة هو اصلا دي يعني اجاب تقالت false نيجاتف دي نيجاتف لان انا ببص على هنا بس اقول على اجابة true ولا اجابة دي true نيجاتف false نيجاتف true فما بقولش بي بي و بي ان و ان بي وكده لا بقول البيهات دي هي بس ولو عايز اقول الاكتوال بقول عليها true او false عشان ما يفعش اقول بي بي اميز اني واحدة فيهم بقول لو بي و بي بقول true positive لو بي و ان بقول false نيجاتف لو ان و بي بقول false اميز اني واحدة ولو ان و ان يبقى true نيجاتف اكي ده بس يعني لو انا بستخدم في البيناري هيظهر لي كام تيرم كده محتاج ان انا اتعرف عليه التيرمس دي ممكن تفرق معايا في ان انا عايز احسب كذا يعني او ففي حاجة اسمها الاكيورسي طبعا انا اجيبنا سيريتها بس اللي عايز احسبها given اللي هو true positive true negative هتلاقي ان انت عندك prediction هو true سهوا و ده positive و ده negative و ده positive و ده negative فالaccuracy بتساوي اده يكونوا برضو زي ممكن نحسبها قبل كده true positive زي true negative على المجموعة بتاحها المجموعة بتاحهم اللي هو ايه كل الحاجات true positive true negative false positive false negative المجموعة كل الحاجات دي كل يعني اللي انت طلحته صح مع اللي انت طلحته غلط دي كلها مجموعة samples هتحط في المقام و البصة هتحط فيه ده معنى يعني رقم بيعبر قد ايه انا عملت correction او او عملت classification صح بالنسبة لكل السمبلز اللي عندي طيب لو لو عايز ااخد مثال و عايز احسب الoverall accuracy لو انا عندي هنا و عندي yes و no yes و no اللي عادي بوستوب و نيجاتف عادي بس دخلنا اقول لكل اسمه yes و no و هنا yes و no عندي 120 sample yes كانوا yes و انت طلعتهم yes و هنا عندي 40 sample كانوا yes و انت طلعتهم no و عندي هنا 70 sample كانوا no و انت طلعتهم yes و 170 sample كانوا no و انت طلعتهم no تمام فالدائقون ده هو الحاجات اللي صح true positive و true negative اللي هي كانت yes و طلعتها yes و هنا كانت no و طلعتها no ده طيب عايز احسب الاكوريسي بتعمل 120 زي 170 على مجموعة كل الحاجات دي كلها يبقى 120 زي 170 على المجموعة اللي هو كام ده و ده زي الده و ده هيدك مجموعة هيدك مجموعة كلهم ربعمية يبقى 120 زي 170 على ربعمية يديك 72 و نص في المية طبعا اكوريسي كويسة تمام مش او يعني بس تمام في المانت تاني خالص يعني انت لو عرفت الاكوريسي تنفيجيب الارور ده هو الارور يعني بيديك عكس الاكوريسي يعني انت عملت 72 في المية يعني الارور بتاعك كان مثلا 78 و 37 37 يعني لو انت كنتم طلع هنا رقم اسمه 75 هيبقى ارور بتاعك 25 تكملته يعني ده اسمه اول ارور بيكون طبعا العكس يعني بتجمع الدهجون للتاني اللي هو بدل ما تقول ده زي الده على المجموع لا بيكون ده زي الده الفولس بوسطف زي الفولس نيجاتف على المجموع تمام اه ممكن بقتصر تقول واحد بتحسب الاكوريسي تقول واحد ناس الاكوريسي اه طيب بعد كده في حاجة تانية اسمها بريستيشن بريستيشن يعني اه بامسك كلاس واحد بس بامسك كلاس واحد بس اه بتشوف انت الترو بوسطف على مجموع كل الاي السامبلز اللي هي اه بس نحن طبعا اننا قلبنا الروز مع الكولمز بدي يعتبر قريبة من اليوزر اكوريسي اليوزر اكوريسي اللي هي خاصة بالبريديكشن بس خير فانت هنا عندك البريستيشن عبارة عن الترو بوسطف على الترو بوسطف زي الفولس بوسطف يعني تمسك رو واحد تمسك قصدي كولم واحد وتشوف زي الفولس بوسطف كده انا جبت البريستيشن بتاعة الكلاس ده اه طيب وطبع ممكن اجيب البريستيشن بتاع النيجاتي عادي اه ماشي اه عايزين نعمل حزبة ابو تهالي اه مش مش مثال ماشي في مثال او عايز احسب البريستيشن بتاع مثال زي كده فهيبقى معايا المية وعشرين على مية وعشرين زيادة سبعين يعني مية وعشرين مية وعشرين زيادة سبعين تمام طيب اه فانا في البريستيشن بكون مهتمة اكتر بالكلاس اللي هو true او الكلاس اللي هو positive ده البريستيشن قد ايه هو طلع الحاجة positive صح طيب بعدها اعتقد مثال تاني اه يعني هو مثلا طلع اه اربع سامبلز صح وفيه سامبل برا كانت اه false negative يعني فيه دواير وفيه نجوم اه يعني ده شرح مختلف يعني بس مش مشكلة عندك سامبلز اما تكون دواير اما تكون نجوم اه فيه حاجات انا طلعتها دواير وفيه دايرة تلعت برا بالغلط يعني انت عملت classification ان هي مثلا نجمة وهي مش نجمة يبقى هتجمع انت عندك كام دايرة اربعة على الاربعة سامبلز اربعة اربعة سامبلز الاربعة ممكن احسب البرستيشن ده مثال ثاني ماشي ده مثال ثاني اللي هو هو الاربعة على اه او طيب ده شيء كويس جدا ماشي فده بس بس بشرح بقى بشكل مختلف يعني الاربعة الواحد دي مش قصد على قصد على النجمة يعني انا معايك لاصد الوقتي عندي كام واحد صح وكلهم كام انا عندي اربعة وداخل معاي واحدة تانية فاربعة على خمسة هنا اربعة على اربعة يعني طلع كله اربعة وما كانت شوية راح معايك كتكلاسفات غلط في باربعة الاربعة اديك واحد او مئة في المية تمام هو بيقسم الترو بوستف على الترو بوستف ده الفولس بوستف مفوضو احط الترو بوستف دي احطها هنا او اعمل دايرة بس مش باينة انه عامل عامل حاجة زي كده بس ايها مش باينة دا الترو بوستف يعني اوكي 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 طيب طبعا هي نفس الرسم هنا ايه اوكي اوكي تمام المجر التاني اللي هو حاجة اسمها ريكول اوكي اوكي الريكول دي اسمها سنستيفتي يعني بتقسم الترو بوستف على الترو بوستف زائد الفولس نيجاتي بتمسك ده بتمسك ده كده بتمسكش ده يعني الريكول بتمسك البردكشن بتاعك انت كان واحد طلعت صح مقسومة على كل الحاجات اللي انت طلعتها اوكي يعني اللي انت طلعته بوستف صح على كل الحاجات اللي طلعتها بوستف دي انت انت كنت بوستف وفي حاجات منهم طلعت صح فيبقى على الفولس نيجاتي ايه على الفولس نيجاتي دي دي اصلا كلها كان بوستف يعني دلوقتي خالي استمّل اللي هنا انا بقول لك ترو دي حاجات انت هي كانت بوستف وانطلعتها بوستف دي كانت بوستف وانطلعتها ناكتف بس هي كانت بوستف عندي كلها اسمها كانت بوستف اوكي فالريكول بتحسيبها بتعملها الريكول بحسيبها للبوستف بس ده بحسيبها للبوستف وده بحسيبها للترو فالتاني ده كده لو انت مسكت الصف ده كده يبقى انت بتحسيب الريكول Liebla مش بعارب اكتب شرعه ولو انت مسكت ده كده يبقى انت كده بتحسيب ريكون. يعني ايه مسكت ده? يعني خدت الجزء ده وقسمته على مجموع ده. وقسمته على مجموع ده. اللي هو ده. وده مع ده. اوكي? ده معنا ال آآ الريكون. عطا قيد لها. ام صح? دي اللي هي الريكون? اوكي? آآ ام آآ تيلز يو افرجشن عبارة عن رقم آآ كاسر يعني من عشرة أو غريب يعني ما بين السفر والواحد يعني يعني ده معناه ان انت كنت يعني قد ايه الحاجات اللي كلاسفايت كبوستف بالنسبة لكل الحاجات اللي كانت في الاصل بوستف اوكي والprecision نسبة الحاجات اللي كلاسفايت كبوستف بالنسبة لكل الحاجات اللي انت طلعتها كبوستف انت اللي طلعتها انا ماليش دارتك صحة اجابتك صحة ولا غلب بس كل اللي انطلعته بوستف ونسبة الحاجات اللي طلعتها كانت صحيحة اوكي اوكي لا قلت ده لكن ده الريقول بمسك الاصف الواحد بتاع البوستف طيب سعب نسميه مثال طيب from all the posted for class هو مني ويبريدكتت كوريكتلي الحاجات اللي انا عمدتها اوكي كوريكتش 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 كوريكتلي ماشي اوكي اوكي مثال لو اداني سامبل زي كده الريقول ان انا هقول 120 على 120 زيادة 40 وانتبين ان انا مسكت الرو ف120 على 120 زيادة 40 فالريقول وبرستش انا 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 اركزها بالبوستف بس الكلاس الاولي ممكن يبقى عندي اكتر من كلاس ما ديش دعوة انا بقى مسك الكلاس اللي هو الاولين ده واجيب منه والكلاس الاولين هو ده واجيب من الريقول ااا يعني مهم بركز على كلاس واحد بس طيب لو هيشرح بالطريقة دي ماشي مبيش مشكلة ااا هو طبعا الرسمة بس عشان مش واضحة عايز يحسب الريقول هنا فمسك البوستف ولا ايه في المثال ده يعني عندي 3 على 3 زائد 2 يعني ايه 3 زائد 2 هو بيعمل الترو بوستف زائد الفولس نيجاتف يعني انا عندي 3 وعندي 2 صح يبقى 3 على 3 زائد 2 وهنا عندي 4 على 4 على صف اا 4 على 4 زائد 0 اللي هو 1 يعني لو حصل لو حصل والكلاس اللي هو بوستف ممكن اا لو حصل والكلاس اللي هو بوستف انا انا معايا سامبلز في حاجات مني انا خرجت برا الاكروس بتاحت هتقل لكن حاجات بتاحت ما فيش ولا واحد مني خرج برا خرج برا ما فيش ولا واحد خرج برا يبقى انا يبقى انا تمام لكن البرستيشن كم بيركز ان انا تمام هل في حد دخل معايا لو حد دخل معايا فانا مش كويس لكن لو ولا واحد دخل انا فيه مني برا مش مشكلة دلوقت بس هل في حد دخل معايا بالغلط لا فهنا المربع ده ما فيهوش ولا سامبل غلط ولا سامبل مش من نفس النوع ده البرستيشن تمام لكن ده دخل معايا سامبل من وهي مش معايا يبقى ده كده غلط ف لو دخل سامبل معايا غلط يبقى انا غلط لكن هنا لو خرج سامبل مني فانا غلط لكن لو ولا واحدة خرجت يبقى انا تمام يعني انا اتمنى طبعا اللي انا بقوله ده يبقى واضح بس ممكن نفهمها قصلا من الكميجرماتريكس عادي برده طيب فيه ميجر تاني ده يعتبر بفورمس ميجرم خمسة اسمه اسبيسيفي سيتي اسبيسيفي سيتي طبعا يعني اسمه غريب شوية بس هو ده يعني بتمسك بتقسمها على يعني يعني هنفذ فكرة بس على كلاس التاني يعني همسك على فالسبيسيفيسيتي ده يعتبر بس لكلاس بتاع النيجاتي لان احنا كنا فوق بنقوله على هنا هم نجيبها لك كده على مركز في البوست ومسكت ده على ده على كل اللي كان بوست او كل المفروض يطلع بوست ده ده على ده زائد ده ومسكت ده على ده زائد ده طبيعي يعني السامبل دلوقتي لو هي اكتوال انت بتقول ان هي بوستف فالبوستف ده ايه ده وده انت طلعته وكلاسفايد صح غلط ماليش دعوة بس هنا دلوقتي ان كل الرو ده عبارة عن او كلاس بتاع البوستف فيبقى ده على ده زائد ده يبقى كل ده بوستف تبقى النيجاتيب كل الرو ده انت عملتو كلاسفايد صح او غلط ماليش دعوة بس في الاخر الصف ده عبارة عن كل السامبلز اللي هي في الاصل نيجاتيب فعشان احسب يبقى كاني بجيب وده بجيب بس عشان نميز و طيب بانت بتاع سببه او ثرو نيجاتيب على ثرو نيجاتيب زي البوست او ما هو عايز في حاجة تاني اسمها اففان سكور ده يعني بنمتر مختلف شوية بس هو بيدمج البرستيشن والريكول في او في او لو قلت هو عبارة عن البرستيشن في الريكول على البرستيشن زياد الريكول لو حاولت طبعا تعود عن البرستيشن في الريكول او مع بعض وتحت يعني بالرياضة يعني في اخرها طلع لك الاختصار ده اتنين بطرو نيجاتيب ترو بوستيف على ترو بوستيف زياد الفولس بوستيف زياد الفولس نيجاتيب اه تمام هي الفكرة ان هو بي كومبين حاجتين مع بعض يعني ما بيهتمش بس بال بال بيمسيك البوستيف بيهتم هي كانت في الاصل ايه و Prodicted ايه طبعا واضح ان انا بتكلم مع البرستيشن يعني بالبريدكشن والريكول اللي هي الاكسي والكاتقية فهو هيدمج الاتنين مع بعض طيب ولو ادينا مثال طمام فهيبقى لو مشينا عن الرياضة اوكي او لو عايزين نحسن البرستيشن اه بتهاية نفس المسال ده لو جبنا فوق البرستيشن كتكامل الريكول فهيبقى عبارة عن اتنين في ال 63 اه في 75 على 63 زيادة 75 هيدين الرقم ده طيب بعد كده ممكن اجيب هل ممكن اجيب الكونبوسيجان ماتريكس طبعا لان احنا جابناه اصلن في اول مسال لما كنا هنا منجيب ال بجيبها ليه اللي هو لما قلت كات ودوج وهورس أو كده يعني أكتر من كلاس في فبس لما بيكون أكتر من كلاس بنسميه يعني أكتر من كلاس لكن لو بيكون اتنين بس بنسميه يعني ليه اتنين بس فهل ينفع أن أنا أحسب للمالتي كلاس طبعا مثال عندي لو عندي ثلاثة كلاس قبل وورنج ومانجو وقبل وورنج ومانجو طبعا نخل بالك أن ساعات بيخلي تروف فوق ويبردكت تحت بس طبعا نحاول نبقى نفهم أن دايما ندى يكون المعنى أن الحاجات الكلاسفية صح لأن قبل وقبل أورنج وورنج ومانجو ومانجو طيب لو عايز أحسب لو عايز أحسب هو قال لي هنا سبعة على سبعة زيئة سبعة عشر فين السبعة وفين السبعة عشر يا تسعة وتمانية سبعة عشر وسبعة فهو مسك الحاجة دي طبعا نحن معظم شغلنا برسيش نقول ريكل على البسطف بس أو على كلاس واحد بس اللي هو الأولين ده فيبقى سبعة على سبعة زيئة سبعة عشر طيب لو عايز أحسب الريكل فيبقى كده العكس سبعة على سبعة زيئة واحد مثلا دي كاما أربعة سبعة زيئة أربعة همسك ده ومشيت كده طبعا أنا عملتي كده عشان أنا دلاتي أعكست الترو مع البرديكتر أوكي دي كده البرسيشن ودي كده الريكل والف سكور طبعا بالمعادلة هنا ممكن تقدر تيجيب البرسيشن والريكل والف وان سكور لكل لكل كلاس يعني طيب فمش لازم البرسيشن إذا ما أنا قلت كنت قلت في الأول البرسيشن مش لازم تتكابل البوستف بس ممكن تتكابل أكثر من الحاجة يعني ممكن تتكابل القبل ممكن تتكابل الأورنج ممكن تتكابل المانجو فبتمشي لو كنت مشيت على كنا مثلا من جيب البرسيشن كده فجيب البرسيشن للقبل جيب البرسيشن للأورنج جيب البرسيشن للمانجو اللي هو البرسيشن للأورنج عبارة عن 2 على 2 زائد 4 والبرسيال للمانجو عبارة عن 1 على 1 زائد 5 والبرسيال للقابل عبارة عن 7 على 7 زائد 17 كيف لو عايز تحسب الريكول للقابل 7 على 7 زائد 4 وهنا عايز تحسب الريكول للورنج عبارة عن 2 على 2 زائد 10 وعايز تحسب الريكول للمانجو فواحد على 1 زائد 12 ده المعنى يعني بيطلع لك الأرقام دي اللي حاصل لغض الوقت إن احنا اتكلمنا يعني ايه better من اتكلمنا يعني ايه better يعني ايه close والcycle اللي كلها عاملة ازاي وايه الطر اللي بحستخدمها عشان نعمل data collection وايه يعني ايه feature selection او feature reduction وفي وقت من الوقت هنتكلم طبعا عن ايه هي المستقبل أو حتى ممكن الريجريشن الريجريزم وبعد ما نخلص الريجريشن المفروض نبدأ نقيم الالغوريزم بتاعنا ونشوف ان هو كده فهم الدنيا صحة ولا غلط من خلال الميشريز اللي احنا عملناها اللي هي accuracy الريجريشن الريكول الفون سكور الاسبيسيفيسيتي السنستيفيتي اللي هي الريكول اصلا ممكن احسب مثلا الميشن او الريت الارور دي كلها ميشريز ممكن احسبها وكل واحدة فيه ممكن احسب الاخوريسي الكلاصفار كله وممكن احسب الاخوريسي لكل الواحدة لحد فلكل الواحدة دي ممكن تبقى الحافظة وانت بتبص على New 1950 لو بص ع held الدنيا في الريلة كتير بس نذهب طبعا الدنيا تبقى واضحة تمام دي ми lut بالمحضراتي